بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الموضوع طبعا من المواضيع المهمة اللي كل واحد يريد يدخل تركيا فعزائي المتابعين شوين تبعوا على هذا الموضوع أغلب العالم يعني يسئلوني انه شنو اللي يحتاجه يجو يا بتركيا من العلاجات يعني انت عندك مثلا واحد يقول لك أنا اروح تركيا ما عرفش اخذ علاجك بداية يعني اول ما رح يجيصر عنده فلاونزلا سمح الله عنده اطفال تصيبهم ارتفاع درجات الحرارة هالشغلات هذه فانت بالبداية العلاجات المطلوبة في تركيا فانت نبدي برقم واحد يعني اولا العلاج الواجب احضاره من بلدك يعني انت شنت بالعراق شنت بسوريا مثلا من الاردن اي شي فان هاي العلاجات مشابهة بالنسبة للعراق انها ذني فاذا اكو شي مشابه اليها بسوريا بالاردن غير ذا ولا هي نفس الشي فانت تحفظوهن عندك الكابسول اللي خاص بالالتهابات الاموكسيلين هذا كلش يعني انا اعتبرها في هذا الشي مهم هو سوان او الكفليكس يعني الامبيسيلين المهم كابسول للالتهابات تقدر تدخل مثلا كبداية فخمس اشهر طائمين عنده نتخليها بالجنطة خمسة ستة مو فد مشكلة حسب عدد نفرات عائلتك يعني للكبار عندك الفلو اوت هذا الفلو اوت هذا الفلو اوت طبعا تدرون انه الفلاونزة نحن نقولها نشلة بالعراق وهما يسموها نزلة بتركية هذا كلش مهم طبعا هما تقدر تدخل عندها فت خمس اشرطة او ست اشرطة عندك الوجاع الرأس البراسيتول احنا منتين انه نعرف انه البراسيتول هو او البنادول لي وجاع الرأس فت خمسة الى ست اشرطة تقدر تدخل بعدها لحد هذه اللحظة خلصتها من شغلات النزلة او الالتهابات او ما شابه عندك الاسبيرين اللي يعانون من حتى اصحاب الجلطات او اللي عمره فوق الاربعين سنة يستخدم هاي مثل كل ثلاثة هام واحدة جيب من هذا الاسبيرين الى كم يفيدك يعني الشيء المهمة نعتبره بالنسبة للاعمارهم كبيرة لا يصابون بالجلطة او ما شابه يعني الله يشافي كل مريض ان شاء الله عندنا اللي عانون من المعدة يعني انت مثلا تاكل لك صمونة تاكل خبزة شيء بسيط ومعدتك تشتعل نار احنا نسميها هذا الشراب القافكسون هذا المجرب يعني انا جايب او وقت ابن العراق اعتبره من الشراب الضروري والمهم لكل عائلة اعتبره حتى الطفل تقدر تشربه من عنده على جرعة صغيرة يعني هذا يبرد المعدة يعني اذا انت معدتك خلي نقول حمضية صارت تقدر تشرب من عنده فتصير معدتك باردة جدا واني مجرب هذا الشراب وكلش ناجح يعني افضل عن الحبوب والكابسول الخاصة بالمعدة او بالامعاء فهذا كل الشراب اسمه قافكسون طبعا تقدرون انت اخذوه من صدرات تجيب لك ملعندفد اربع شيش او خمسة مبدئيا لان انت من راح تجي تركيا وتتاقلم ويالوضع مال تركيا راح تشوف العلاجات تختلف الامور تختلف شوي شو راح تتعلم على جوها على طبيعتها في احتمال تكون بعد ما تحتاجها تعرفون انتو اغلب اوجاع المعدة هي حالة نفسية هي او القولون يعني حالات نفسية فهذا الشراب اضبط نجي على الليبراكس اللي هو القولون علاجات القولون تدرونه تبيه هذا الليبراكس لا تجيب غير شي اكون بيرازولا من اعتقد اسم يجيبون عنده غير هذا انت تجيب هذا مبدئيا واذا انت عندك ادوية خاصة انت تعرفها يعني مثلا انت تقول هذا ما يفيدني فيدني بيرازولي غير نوعية مثلا مو مشكلة شي اللي تعرفه انت تجيب او اياك واذا عندك دفتر امراض مزمنة هم انه يجيب لك مجموعة وتقدر بدفتر الامراض المزمنة تقدر تدخل العلاج ليس لك مسألة طبيعية هذي هم من العلاجات اللي انت تقدر تجيبها من العراق عندك خافض الحرارة بالنسبة للاطفال السنجي خافض الحرارة هذا البنادول موجود بالعراق يعني هذا تقدر تجيب من عنده خاف عندك طفل يصير عنده ارتفاع في درجات الحرارة تقدر تستخدم هذا خافض الحرارة او اي خافض حرارة انت تشوفه مناسب يوالم طفلك اللي انت طبعا بالعراق وتعرف اذا انت بسوريا تعرف بأي دولة انت تعرف عندك الشراب الماكسيلاز هذا الالتهابات يعني هذا خاص بالالتهابات تقدر هذا تجيبه عندك الاموكسيلين اي شيء يعني انت فولترا ما عفش اسمها كل نوعية ما حافظهم كل الناس بس قلت لك انت تعرف انه طفلك شيء والمي من الشرابات تقدر تجيبهن وياك وعندك هاي اللاسق طبعا هاي المهمة هي خافض الحرارة هاي اللاسقات اذا انت مثلا راكب بطريق بري او بالطيارة لا تقدر تطلع مثلا الشرابات الخافض الحرارة وتشرب طفلك اتخلي هاي بجنطة اللي انت تشيلها الصغيرة اللي انت او الام شايلة جنطة اعتيادي ماليت حاطة هاي اللاسقات اذا ابنك مثلا او طفلك رأسا صار عنده ارتفاع بدرجات الحرارة طلعي هاي اللاسقات وخليها على قصة بها الطريقة هذي بها الحالة راح تتعالجين طفلك نسمعه اسعافات اولية لا سمحنا تعرفون درجة الحرارة من ترتفع للطفل يسبب هاي مشاكل يعني مضاعفات فاني افضل هاي الادوية انتوا سيشفتوها كل اللي من البداية حجيتها اموكسلين الفلياوت البراصيتور الاسبيرين والقيفكسون الشراب للمعدة وعدك الليبراكس خافض حرارة للطفل وشرب اموكسلاز مثلا الاتهابات ولاسقات خافضة الحرارة هذاني مبدئيا اشياء مهمة اعتبرها لكل مسافر يريد يجد التركية نجي على الادوية المسموح بها من الصيدلات الصيدلات التركية تعرفون ان الصيدلات التركية لا يطيق علاج الا بوصف الطبيب اي صيدلية تركية تريد تروح حتى اخذ العلاج لا يطيق خاصة العلاجات التي تعتبر للالتهابات يعني اكو علاجات يطيق بس اكو شغلات مثلا ابنك لا سمع لا سخن ارتفع درجة الحرارة عندك واحد ارتفع درجة لا يطيق العلاج لا تعرف اصلا انت تروح على الصيدلات تركية وانت لا تعرف تركي فاني راح اشوفكم تقدرون تأخذون سكنر للصور هاي تقدرون تأخذه مثلا شوفوا خافض الحرارة اللي بتركيا هذا اسمه خافض حرارة للاطفال هذي يطيق حتى بدون راتيته انت مجرد تقول خافض حرارة او انت هاي الصور اخذو لها اخذو لها هاي الصور اخذو لها هذا خافض حرارة بدون راتيته بدون وصفة عندك هذا النوعية افيرين هاي اسمه هذا الافلاونزا يعني دعنا نقول بين الاموكسلين وبين الافلاوتثيات المخبوطات بي هذا يفيد الافلاونزا يعني انت اذا صار عندك رشح كبداية صار عندك رشح تقدر تاخذ منه هذا منه بدون وصفة طبية اخذ سكنر اخذ لها صورة واخذها هذا تركي علاج تركي صورة ويطيك ما تعرف تقول له نزلة نزلة فار يعني عندي نشلة او عندي رشح الشيحة يقول له ايفت هو رح يطيك العلاج المناسب قطرات للأنف اللي عانون انسداج بالأنف وعدم التنفس هذه قطرة الأنف اللي اسمه إلي آدن هذه اخذ لها سكنر صورة وهمنا تاخذها من الصيدلية وعدك الفيكس انتو تعرفون هذا الفيكس معروف هذا التركي هذا موجود الفيكس التركي اخذ صورة هما قول لها فاكس او فيكس نفس الشيء بس تشوفها او تلقي اذا تلقي عراقي يشتغل بالصيدلية تقدر تسئله ويطيك فانتر كل حول احنا نقول صيدلية تركية نتجي على اسوء الاحتمال كل تركية ما بها احد عراقي او عربي احتي عربي بالأخص فيكس اخذ له صورة وتأخذ عنده هاي تعرفون انت استخداماته نرجع اللي يعانون جماعة الربو جماعة الربو الفينتولين هاي البخاخ اخذ من هاي البخاخ اللي اللي انا يعني مجربة جماعة اللي يعانون من رطوبة يقولك والله بعدني ما متعلم على جو تركيا هي تركيا كلها طبعا جوة بي شوية مرتب يعني فانت تروح محافظة جوها رطب تأخذ من هذا تبخ تعرفون طريقة البخ فهذه منه يعالج هاي الحالة وبالنسبة لجماعة السكر هذة هم بدون وصفة هذة غالفوس ميت هيش اسمه اعتقد هذة هم بدون بدون وصفة طبعا به درجات من الخمسين ميلي جرام الى الالف ميلي جرام حسب الدكتور شواصف لك التب العراق شقد التحليل التراكم من مالتك هو يطيك النسبة من السكر يقول لك تاخذ ابو الخمسين تاخذ ابو الالف تاخذ ابو الخمسمية وهكذا فذني اهم الشغلات اللي انت تقدر تستفاد منها بداخل تركيا انت تاخذ لك صورة اسكنر لهذا العلاجات اللي انا اسمه سويكها شوف اساخ الصورة لهذا مات السكر وارجع لهذا الفينتولين الفيكس غطرات الانف فتقدر انت توقف الصورة على كيفك وتاخذ لهم اسكنر على المودة تشتريها على كل حال فاكو ناس يقول لك اني ما احتاج انت تبقى يمك انت شنو اوتا عندك غير علاجات تستخدم انت تبقى هاي الشغلة يمك اللي تجيبها بتركيا تبقى يمك مو يم حد انت اللي تعرف انت تعرف حالتك تعرف حالة اطفالك لا سمع الله انت تعرف اللي اللي تحتاجه لث تقولون بشغلاتكم يعني مثلا واحد يقول لك اني اريد اجيب لي فد 20 كيلو شاي واحد يقول لك اني اجيب مثلا الاموكسلين فد 20 قطعة او انت ما تحتاج انت مبدئين اخذ لك فد 6 اشرتة واعتبر نفسك راح يصير تتمرض من البداية فالمهم اكثر شي من تدخل تركيا انت راح تاكل البوتيتة والبصل والطماطا شوي شوي يصير عندك مناعة تتقول لان هما اكلهم يعني زرعهم ما بي كيمياوي ما بي سماد كيمياوي اسمدتهم كلها طبيعية فراح تتعلم وتتأقلم ويجاهم وصير عندك شوية مناعة حالك من حالهم يعني ان شاء الله فلا تستعجلون بالحكم اول ما تجدوا كان ذا اتمرض وما اصير زيان احتمال لا زيان فهذه هي العلاجات المطلوبة انت من العراق او انت في بلد عربي وتوفض العلاجات اللي حتشيتها اني والعلاجات اللي بتركي اللي انت راح تحتاجها مبدئيا وطبعا اكو واي علاجات بس انا جبت فشي مختصر لكم عمدت تفتهموني واي استفسار انا حاضر رقم التليفون بالوصف زائدا بالتعليقات اجاوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته